انذر بتجدد القتال بين الحكومة الشرعية وميليشيا المجلس الانتقالي بعد تأكيد مسؤولين حكوميين لوكالة رويترز عن تعثر حوار جدة الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الدعوة السعودية للحوار هدفت إلى إنهاء الصراع على السلطة في عدن بين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والحكومة الشرعية التي تحظى بدعم سعودي عبرت عنه في بيانها الأخير ويخشى مراقبون من أن استمرار الأزمة في عدن قد يعقد من حالة الصراع التي تخوضها الحكومة الشرعية بدعم من التحالف ضد ميليشيا الحوثي من جهة فيما يفاقم من حدة الخلاف بين السعودية وحليفتها الإمارات من جهة أخرى وأرجع مراقبون تعثر المحادثات أيضا إلى خلاف على دور المجلس الانتقالي في الحكومة بعد أن طلبوا منصب نائب الرئيس إلى جانب حقيبتين وزاريتين مهمتين وأمام رفض ميليشيا المجلس الانتقالي لانسحاب من المعسكرات التي استولت عليها أعلنت السعودية تصعيدا عبر رفضها لوجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد باستخدام القوة أو التهديد بها التصعيد السعودي أتى بعد رفض وفض المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه أبو ظبي دمج قواته تحت سلطة الحكومة التي تدعمها السعودية وإزاء محاولات احتواء الأزمة في عدن تواصل الإمارات دعمها لميليشيا المجلس الانتقالي بالآليات العسكرية في مشهد يعزز من أهدافها السعية لتقويض الحكومة الشرعية من جهة وإدخال البلاد في دوامة حرب جديدة من جهة أخرى اشتركوا في القناة